اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين جولة جديدة وفيديو جديد وتخفضات شهر رمضان من أسواق العصيم على جميع المنتجات الغذائية وكمان على جهزة الكهربائية الفيديو الشامل يا رب ان هو يعجبكم ما تنسونيش حبيبي من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد طبعا التخفضات موجودة في جميع أسواق العصيم احنا عارفين يا جماعة أسواق العصيم بيكون أقل السعر دي الحقيقة يعني أسواق العصيم أسعاره رائعة لا تقارن بأي أسعار تانية يلا كده نسمي الله ونبتدي ندخل السوق وأول حاجة هتقابلني هي الفيمتو وسعره 17.95 الفيمتو يا جماعة ما في الشهر رمضان بقى مش بيخلى من الفيمتو ده كده يوميا معنا ب17.95 كمان عندنا تانج عبوتين لكل زبون ب42.95 ب42.95 بعد 61 كمان عندنا الكريم كراميل على 20 ريال ده بيبقى الباكت على 20 ريال حبتين لكل زبون الباكت طبعا تقريبا فيه 12 عبوة يعني عندك برضو الأجبان كلها عليها عروض الأجبان كلها عليها عروض يا جماعة دي عندك كده ب12 ريال ب11.95 يعني ب12 ريال برضو عندك كيري عندك جبنة ابو الولد جميع أنواع الأجبان بقى هتلاقي عليها عروض برضو هنا عندنا شاي اللي هو الشاي الأحمر اللي هو ليبتون ب14 وعندك برضو نيدو نيدو اللي هو العلبة الكبيرة عبوتين برضو لكل زبون دي عبوتين لكل زبون وهنا برضو الشاي عندك هتلاقي برضو الشوفان برضو بجميع أنواعه هتلاقي علي عروض الأسعار قدامنا والعبوات كمان عبوات كبيرة عبوات صغيرة هتلاقي برضو عليها عروض بصراحة أسعار العصيم أنا بحبها جدا دايما بجيب أغراض البيت عندي من العصيم عندك السكر بخمسة وثلاثين يعني هو برز يد عنه ريال ده سكر أبو فهد ده بخمسة وثلاثين هو السكر رافع والرز رافع يعني الأسعار برضو مش نفس الأول يعني برضو هنا ده خمسة كيلو ده على عشرين ريال لكن العشرة كيلو على خمسة وثلاثين برضو هنا عندك الدقيق على عشرين ريال ده عبارة عن ستة عبوات الرز بقى بجميع أنواعه هتلاقي الرز البسماتي والرز برضو المصري عليه عروض أنواع رز في العصيم كتيرة جدا عندك الشعلان وعندك العائلة وعندك رز هندي ويعني جميع أنواع الرز متوفرة في العصيم الرز البسماتي بأسعاره بقى المختلفة يعني عندك دلوقتي أنا جايبالك الأسماء برضو كده مع السعر هتحاولي كده بنتي تشوفي عندك هنا المفخرة وفيه لبعده تقريبا الشعلان على 74-95 يعني الأسعار متفوتة بقى مش نفس بعضها ده الشعلان أيوة ده الشعلان اللي بعد المفخرة عندك ده العائلة ده رز العائلة فيه برضو الوليمة عندك الوليمة ب64 عندك يعني عندك ده أبوكاس أبوكاس عندك موجود ب76 أبوكاس ب76 يعني ب77 برضو هنا أبوكاس ب28 ده الخمسة كيلو لكن العشرة كيلو ب77 يعني هتلاقي أنواع كتير قوي من الرز البسماتي وعندك جريم فارمر تقريبا آه هو ده اللي موجود ده برضو ب78 وفي العالمين وفي رز هندي يعني أنواع كتيرة بصراحة أنواع كتيرة جدا عندك ده برضو ب26 ده رز هندي يا جماعة ده هندي بسمتي ده هندي بسمتي آه ده ب36 ده ب26 معلاش ده ب26 عندك برضو الرز المصري آه ب24 آه ب25 يعني ب25 ريال آه ده الرز اللي هو لإيه المصري وعندك برضو ب27 و25 يعني ب28 وب26 28 بقى و25 يعني يعني الأسعار حلوة تحت الثلاثين بيبقى رافع يعني فترة الفاتت كان على ثلاثين وكده آه طبعا احنا كنا بنجيبه بعشرين ريال وبطمانتاشر الرز المصري يعني بس ليه فترة بقى رافع ولسه كمان مع دخلة رمضان الحاجة بترفع يعني يعني ننصح كده انه المشترات تبقى من من الاسبوع ده كده مع انها هتخلص وربنا مهما نشتري يعني هتلاقوها برضو بتخلص وهتشتري تاني برضو في الغالي يعني الله المستعان برضو عندك القسطر عليه عروض آه آه برضو الفانيليا الخميرة الجيلي كل حاجة كل حاجة هتلاقى عليها عروض في العصيم آه وهتلاقى أسعار حلوة يعني الحاجات دي بقى اللي هي تشتريها مش آه يعني هتقعد عندك فعلا لشهر رمضان لكن الرز تلاقي فيه سحب في الرز وفي الزيت وكده يعني فيه سحب فيه يعني فيه شغل في المطبخ يوميا بتجهزي أكل وكده الله المستعان آه هو عامل عروض خاصة على جميع منتجات البيت ما شاء الله آه كمان فيه برضو الزيت الزيتون بأنواع زيت الزيتون علي عروض آه فيه بعشرة وفيه ب11 وفيه ب20 وفيه ب17 وفيه ب7 ريال وب8 ريال على حسب النوع اللي انت بتغضيه مع انها كلها انواح كويسة بس بيقى فيه زيت الزتون اللي هو البكر وفيه زيت الزتون بيبقى مخلط فطبعا بتغضي البكر بيبقى افضل عندك الزيت زيت نور ب38 عبوتين وعبوة صغيرة دول ب38 زيت نور عندك زيت زهرة ب15 دي ب15 اللي هي الوحدة بس اللي هي العبوة الوحدة اما زيت حياة بعندك ب14 برضو العبوة الوحدة هنا برضو زيت شروق ب14 في العربي دول عبوتين كده مع بعض زيت العربي عبوتين مع بعض الزيت برضو كتير ما شاء الله وعليه وعليه عروض على حسب برضو انت بتفضلي اي نوع يعني من الزيت بيقى فيه يعني نوع كده بتفضليه او كزا نوع يعني خلاص انت مشي يا بيتك عليه كلهم حلوين ما شاء الله يعني بس على حسب انا ما بفهمش في انواعه كويس بصراحة فبسيب الموضوع ده الجزء هو اللي دايما بيبقى يشوف مكونات الزيت وكده عندك برضو المخلل المخلل ده حلو ب7 ريال خمسة وتسعين يعني بتبين يا ريال ده كيلو ده كيلو جامعة اه كل حاجة ما شاء الله هم محضرين المكان بقى ومستعدين بكميات يعني ما شاء الله الله اكبر ما اقولش غير كده كميات كبيرة جدا من كل حاجة اه عندك برضو الفاكهة عند التفاح بستة اه ده هنا برضو بسبعة يعني التفاح الاحمر بستة والاخدر بسبعة وفيه اه الكومترا ب11 الكومترا ب11 وتفاح جالة برضو اه بسبعة تفاح جالة طبعا احسن انواع التفاح تفاح جالة طبعا اه عندك المقارونة مقارونة بوفاد دي خمسة كيلو بتسع بتسع ريال متنوع فيه اللي هي مقارونة قلم وفيه بقى بس احجام كبيرة يعني اه فيه برضو هنا اه قولوا معي جوافة اللي هي المصر جميلة الكرتون على 11 ريال حلوة قوي قوي يعني بصراحة الواحد بيفتقدها كتير مش دايما بتبقى حلوة كده اه متوفرة وب11 ريال برضو عندك الطماطم على اه خمسة ريال وطماطم حلوة طماطم العصوم حلوة بلدي مش اللي تحطيها في التلاجة تاني يوم كده تلاقيها بتبتدي تبوز من غير قصة ما تستعمليها اللي بتقرب منك بسرعة دي اللي هي مش البلدي اه لكن طماطم العصوم بصراحة حلوة قوي اه عندك برضو البتنجان الاسعار قدامكم بقى في برضو الملفوف بتلاتة خمسة واربعين ده كيلو غالي شوية اه في برضو اللحوم عندك دي اللحمة اللي هي البرازيلي اللي ب32 اللي بتاخذيها وتعملها مفروم دي البرازيلي اه برضو عندك اه في هنا شاه نعيمي اللي هي الشاه نعيمي اللي هي الانسة اه اه دي ب34 ب34 اللي هي الشاه النعيمي اه برضو في في لحمة اللي هي البلدي بلدي بالعضم وبلدي من غير عضم اه يعني الاسعار مختلفة دي اللي بدون عضم اه لا دي شاه لا دي نعيمي بس مش الشاه يا جماعة لا لحمة غنم لحمة غنم اه دي البلدي تقريبا اه دي البلدي دي لحمة اللي هي البقري اللي هي البلدي يا جماعة. ده عجل بلدي عجل بلدي باتنين واربعين. آآ انما في آآ اللي هو البلدي بقى اللي هو بس بالعظم. البلدي اللي بالعظم والبلدي بدون عظم. البلدي اللي بالعظم بخمسين. البلدي اللي البلدي اللي بدون عظم بخمسين. معلاش? والبلدي اللي بالعظم باتنين واربعين. ركزوا معي. آآ عندك اجنحة آآ عليها عروض اللي هو طبعا الاجنحة ده كده بتمانية خمسة وسبعين بتمانية خمسة وسبعين عند الفرق برضو اسعارها رفع الله المستعين الف وماتين دي باربعتاشر دي سعرها كويس يعني هي رفع برضو شوية بس اه آآ الف وماتين بسبعتاشر آآ غالية بصراحة آآ بس خلاص يعني لما فر هتعمل ايه آآ برضو الكارتون على بعدها برضو غاليا يعني بواحد ومية وохで وعشرون ونص دي بمية و tooth امهة جرام آآ دي بقى الف ومتين مية خمسة وخمسين ونص دي كمان عليها عروض آآ يعني عندك هنا بمية واحد واربعين الف ومتين برضو سادية بريديكس بمية خمسة وعشرين كده يعني الاسعار يعني هي برضو رافعة بصراحة الاسعار الفراح رافع يعني بس خلاص يعني الامر اه مية خمسة واربعين ده مية ستة واربعين كمان دو ده مية ستة واربعين اللي هي دو. آآ عندك بقى هنا برضو آآ البيرجر والناجدس وكده على يوم برضو اسعار وصدور الدجاج وآآ يعني اللي هي الوجابات السريعة بقى. وبرضو عندك صدور الدجاج اللي هي الفليه اللي هي السادة ده خالص يعني اللي بتعطيها تعملها لسه آآ باتنين وخمسين بتلاتة وخمسين دي بتلاتة وخمسين آآ البرجر على سبعتاشر وآآ وعلى اربعة وعشرين على حسب آآ كل شركة والتانية يعني ما فيش حاجة زي بعضها في اللي بالبقسمات في اللحم وفي الدجاج برضو عندك الفواكه المجففة آآ في في جوافة باحداشر آآ في عنب مجفف اللي هو الاسود آآ الفراولة بسبعة كده. عندك بقى لأجهزة كهربائية آآ خلي بقى لك حطينها فوق. ده في الفرع اللي انا صورت فيه. آآ كلها فوق كده. لانه المكان ما شاء الله كله منتجات غزائية. آآ كيون آآ آآ برضو عندك هنا آآ يعني الاسعار قدام كل سهر الملحقش اقوله وشوفوا الاسعار آآ برضو عندك هنا بميتين وعشرة دي دي الافران يا جماعة دي الافران اللي هي جات الاول كده دي الافران آآ عندك هنا اللي هي الطاوصة او الطاوة آآ على سبعة وخمسين او تمانية وخمسين بالغطاء. آآ في سعرين للطاوة هنشوف دلوقتي لانها هي المقاسات مختلفة. دي مقاس دي اللي هي بسبعة وخمسين او يعني بسبعة وخمسين خمسة وثمانين whole not value. لا لا يعني اقول تمانية وخمسين. آآ واللي بثلاتة وخمسين. بس المقاسات مختلفة. في مقاس ثلاثين. وفي مقاس اتنين وثلاتين. ده فرق السعر يعني مع انها نفس اللون بس فيه فرق في المقاس. عشان كده برضو في فرق في السعر. عندك برضو التلات صواني. التلات صواني صواني الفرن. آآ باربعين ريال. دول باربعين ريال. آآ خميتهم حلوة بصراحة. آآ دي الوحدة عدت باتناشر. آآ دي بستين اللي هي رسمة القلب على المستطيل اللي هم برضو بيبقوا تلاتة في بعض. برضو عندك الترامس. عندك طقم جرانيت بميتين وخمسة. ميتين وخمسة بدل ميتين تسعة واربعين. ده طقم جرانيت. آآ في برضو جزامة. دي جزامة جماعة على فكرة. دي بتسعة وتلاتين. يعني اربعين ريال. آآ برضو عندك آآ يعني عندك ادر بقى هنا والطاسة. بس يعني دول هما الاتنين مع بعض. آآ عندك ده طقم كده بميتين وعشرة. في طقم بميتين وخمسة. وفي طقم بميتين وعشرة. قالت سبقون. جرانيت. ده انه في عشر قطع وفي اتنشر قطع. ده الاختلاف يعني. ده طقم برضو على مية واربعة. ده ده سراميك. ده سراميك الطقم ده. عندك برضو حلال الضغط بتسعة وتسعين. بخمسة وتسعين. يعني دي كده دور الضغط. بخمسة وتمانين. آآ اختلاف طبعا علشان مقاس. مية وموجودة. برضو عندي خبازة على مية وتسعين. آآ في منوليكس. آآ في حاجات تانية. في منتجات تانية هنشوفها برضو لسه. آآ برضو عندك هنا اقدر الضغط بمية سبعة واربعين. آآ عندي هنا منوليكس بالسلحية ما شفتش السعر بتاعه آآ ما شفتش السعر بتاعه كان. بس اتوقع ان هو من من ضمن العروض. بس يعني ممكن تكون الورقة بتاعته طيحة او حاجة لكن انا ملقتهاش. آآ عندك دور الضغط ده السيف. دي السيف بميتين تسعة وتمانين. وهنا برضو بس دي مش السيف. بميتين خمسة وسبعين. آآ في قلايا بمية تسعة وعشرين. آآ آآ عندي كينود محضر طعم بميتين وتسعة عشر. كل كل الاجهزة شايفين فوق يعني حطينهم فوق خالص. فيعني حتى احيانا كنت ببقى ماشي كده ومش شايفاهم. لانها فوق خالص. آآ بربعمية وعشرة آآ قلايا هوائية. وهنا ده قدر ضغط آآ رقمي. ميتين تسعة وستين. مية تسعة وسبعين. دي القلايا برضو. نزمة تلتمية سبعة وعشرين. آآ عندك برضو مكنسة آآ دي مكنسة مكنسة كيون او كليكون. لا دي كيون تقريبا. كيون. آآ برضو هنا في آآ ده مايكرويف آآ امجوي امجوي متين تسعة واربعين. دي عجانة على فكرة. دي بربعمية خمسة وسبعين. دي عجانة. آآ ده مايكرويف متين تسعة وستين. آآ عندك برضو ده مايكرويف بميتين تسعة وتلاتين. متين تسعة وسبعين. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم وكونوا استفدتم منه ما تنسينيش حطولي لايك واشوفكم على خير.